موسيقى هذا هو نبات الفجل واحد من اهم المواد الطبيعية الرائعة جدا لصحة الكبد والكلاء والمرارة هذه الاعضاء المهمة التي يجب ان نحافظ عليها بكل ما نملك من قوة وبالتأكيد فان تناول الفجل وفق اجماع اختصاصي التغذية العلاجية ممتاز للجهاز اللمفوي وهذا يعني ان له خصائص مضادة للسرطان ويعتبر هذا النبات من فئة الخضروات الصليبية او الكورومبية وقد اوصي به لاي شخص لديه احتقان المخاط او مخاط اللزج من الصعب خروجه من الجيوب الانفية العميقة او حتى الجزء الخلفي من الجيوب الانفية في الرأس هل تعلم ما الذي يحدث في جسمك عندما تتناول الفجل بالطريقة الصحيحة التي تحافظ على خصائصه العلاجية ومكوناته الفريدة الفجل يعتبر في الاساس غنيا جدا بمادة الكبريت ولذلك فهو مفيد في ازالة سموم الكبد وبالاخص من السموم والمواد الكيميائية في الكبد لانه يساهم بشكل رائع في التخلص منها ويساهم الكبريت في تعزيز عملية التطهير التي يتم فيها تحويل السموم الى جزيئات منحلة في الماء لكي يتخلص منها الجسم بشكل آمن والفجل يلعب دورا في حدوث هذه العملية في جسمك والاستفادة بالمحافظة على هذا العضو الجبار ان هذا النبات المذهل يعتبر من افضل النباتات الطبيعية في دعم صحة الكبد وصحة الكبد ضرورية لهضم الطعام وتخلص الجسم من المواد السامة وبالتالي فهذا النبات المذهل مهم لمن يعاني من صفرار الجلد والعينين واليرقان وهي علامات على وجود مشكلة في الكبد كما ان تناول الفجل مهم لمن يعاني من تورم الساقين والكاحلين والحك في الجلد والبول الداكن وكلها اعراض على وجود مشكلات في الكبد ومهم ايضا لمن يعاني من براز شاحب اللون والارهاق المزمن وفقدان الشهية وسهولة الاصابة بالكدمات وهذه الهبة الربانية العظيمة ستكون افضل من معظم المنتجات التي تدعي انها تقوم بتنظيف الكبد من السموم فهي منتجات غير منظمة من قبل ادارة الغذاء والدواء ولم يتم اجراء الدراسات الكافية عليها وبعض الانظمة الغذائية التي تضم هذا النبات العملاق يساعد بشكل رائع في تنظيف الكبد من السموم مع الاشارة ان كل تلك المواد الفعالة المتوفرة في هذا النبات وخصائصه العلاجية لن تجدي نفعا في الحصول على الهدف العلاجي مع اجتماع الشرور التغذوية على موائدنا والتي تدمر الكبد وعلى رأسها السكر الابيض والمأكلات الجاهزة التي تحتوي على كميات رهيبة من المواد الحافظة والاصباغ الكيميائية والسموم التي تتلف الكبد وتعمل على تقصير عمره وبالتأكيد هذا النبات الرائع افضل من الحقن الشرجية التي تسبب العديد من المشكلات الصحية والى جانب اضافة هذه الهبة الربانية الى نظامنا الغذائي لابد من اتباع بعض التغييرات الغذائية الايجابية والتخلص من الاطعم السامة وتناول الاغذية الغنية بالفيتامينات والمعادن التي تتكاتف في خدمة صحتنا ودعونا هنا نشير ان الافضل دائما هو اتباع مبدأ الوقاية من المشكلات الصحية فربما التدخل في نهاية المطاف او نهاية الطريق وبعد حلول المصيبة والوقوع في براث المرض لن يكون بالفعالية التي تؤديها هذه المواد الطبيعية عند اضافتها ضمن نظامنا الغذائي كعادة ثابتة فهذا يمنحنا الكثير من القدرة على الوقاية من الامراض وتقوية جهاز المناعة وعدم الوقوع في براث تلك المشكلات الصحية الخطيرة دعونا نتفق معكم ايضا ان الفجل له دور رائع في حماية خلايا الدم اذ يحتوي على مصدر كبير من الانثوسيانين المشتق من الفلافونيد والفلافونيد يعمل على اعطاء اللون للفجل كما انه يعمل على توفير العديد من الفوائد الصحية فقد كان الانثوسيانين موضع العديد من الدراسات الطبية وتم ربطها بشكل ايجابي في الحد من حدوث امراض القلب والاوعية الدموية ويحتوي الفجل على كمية معقولة من الكبريت التي تساعد على زيادة تدفق الصفراء وبالتالي يعمل على الحفاظ على كبت صحي وهضم سليم كما يساعد الفجل في تحسين القدرة الجنسية وتعزيزها وذلك من خلال تناوله او تناول بذور الفجل الجافة يوميا ان هذا النبات يعتبر من اهم المواد الطبيعية التي تطرد السموم من الجسم ويحسن الجهاز المناعي يذ يحتوي الفجل على كمية وفيرة من فيتامين سي الذي له دور مهم في استبدال العديد من المواد المضادة للأكسادة وخلايا الدم البيضاء التي تشكل جزءا لا يتجزأ في مهاجمة ومحاربة الكثير من الامراض كما ان تناول الفجل يفيد المصابين بامراض النقرص والروماتيزم والتهاب المفاصل بعمومها لقدرته الفائقة على اذابة الدهون والاملاح ولكونه مضاد للحموضة ويفيد تناول الفجل ايضا في علاج مرضى الانيمية لانه شديد الغنى بالحديد والفوليك اسد وبعض العناصر الاخرى اللازمة ويقوي العظام لمحتواه من الكالسيوم وعموم الاملاح المعدنية نتمنى ان نالت هذه المعلومات اعجابكم شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الاصغاء وهذه تحياتي محدثكم احمد وفريق عمل معرفة واكثر قد تنجو اجسامنا من شر الامراض التي تسببها الجراثيم ولكن ما اقل ما تنجو من الامراض التي تسببها التخمة وفساد المطبخ الحديث واسلوب المطاحن ومعامل الاغذية المعلبة والادوية التي توصل اليها العلم الحديث لخدمة الانسانية وانقاذها من الالم والعذاب حولتها المعامل والمتاجر الى وسائل الابتزاز المال فاصبحت تستعمل فيما ينفع وفيما لا ينفع مما ادى الى اضعاف المقاومة والفعالية في الاجسام هل تصدق ان طبقا من العدس خير لك من زجاجة كاملة من شراب الحديد؟ اذا تابعت هذه القناة فستؤمن ان في الطبيعة عددا من النباتات فيها الغذاء وفيها الدواء وفيها الشفاء في وسع كل مشاهد ان يزيد حصيلته المعرفية وينمي جسمه على اساس صحي وسليم نحن معرفة واكثر